يعني انتمائهم لازم يكون تركيزهم منصب على يمن واحد طبعا دول التحالف تريد أن يكون هناك يمن موحد تحت راية واحدة بأعداله للجميع شعب اليمني اليوم محتاج إلى فعل الوحدة الحقيقية أصلا الوحدة لها معاني سامية تقرب بين المنطقتين لأن أصلا ما في فروقات بين الشمال والجنوب هي منطقة واحدة هي أرض اليمن كلها يعني التحالف العربي حريص جدا وكذلك الحكومة الشرعي اليمنية على وحدة الأرض اليمنية ولم تسكب كل هذه ولم تهجر كل هذه الدماء اليمنية وكذلك العربية على أرض اليمن لتقسيم اليمن ولكن بل لوحدته والحرص على وحدته وبالتالي أسس الوحد قائمة على الأسس سليمة وسامية وراؤه وآله أيضا تحجد الأمة العربية حالة جدا شوفوا هذا ميزة الوحدة العربية هذا مبدأ لا يفردوش فيه يعني أصلاً مشروعية تدخلهم في اليمن كانت على أساس أن الأمة جسد واحد وأمة واحدة ولهذا اتخلوا في اليمن يعني مبدأ الوحدة هذا عندهم راسخ ولا يمكن يفكروا في تفتيت أي بلاد أو يقسموا العرب فوق ما قلتم قسمين لحل الملف اليمني هو يمن شمالي ويمن جنوب اليوم كل الباقي هو تفاصيل سواء بقي حوتيين في صنعه أو لم يبقوا اليوم اليمن الجنوبي يعني لو أراد أن يعلن غداً استقلاله ويرفع علمه الحر التقلي يستطيع معظم أبناء الجنوب ما يبون الشمال تقصبونهم ما يبونكم يا الله حتى هذا غيرت رأيكم فيها الوحدة يعني الذي جيتوا على أساس تحافظوا على اليمن الآن غيرت رأيكم وبعد خمس سنوات من التحالف والحرب والصراع طلع الحل هذا عندكم لحل الملف اليمني هو يمن شمالي ويمن جنوب الله الله على الحلول المبتكرة الله على العقل العربي المتفتح يعني تقسموا المقسم هذا الحال يطلع عندكم أنتم تقسموا البلاد لا وجالسين تسألوا من الذي تغير الشرعية غيروا رأيهم فيها ومن الحكومة ومن الرئيس ومن الجيش ومن الوحدة يعني أي حاجة في واقعنا الحاضر غيروا رأيهم منها يا الله مش مشكلة نحافظ لنا على التاريخ لو بدأنا من تاريخ اليمن هي بوابة العروبة واليمن يعني اليمن أقدم دول التاريخ من أقدم الحضارات موجودة في اليمن اليمن يعني التاريخ يشهد لها بأنه اليمن الحكمة نستقي من تاريخ اليمن ما يدعل عروبتنا في تاريخنا إن لم يكن لليماني لأصل العروبة لبان الحضارة عزم وإرادة يكن لمن في الوقت نفسي البداية للتاريخ العربي الصورة عامة اليمن هو التاريخ هو الاسم الذي أناخ الماضية والحاضر لذكره واستحق أن يكون في مقدمة ما خطه المؤرخون على مرور التاريخ إلى ينبوع العروبة والتاريخ نرسل التحايا إلى اليمن هذا إحنا الكلام هذا كل فينا إحنا أو بتكلمه أحد يا سلام إحنا بوابة التاريخ والحضارة والثقافة والتراث وقال لك بيستمدوا من تاريخنا ما يثبت على عروبتهم الله وإيش قال واحد هذا قال فيهم قال إلى ينبوع العروبة والتاريخ إحنا ينبوع العروبة والتاريخ عجبتني الينبوع هذا صراحة حلو الينبوع هذا واحد ينبوع يبوس رأسه طلعنا إحنا الينبوع ما عدت تشتاوه ماذا بيمدحونا وبعدا هذا أجمل شيء إنه تاريخ ما يقدروا شيء يزوروا ولا يحرفوا كد كتب من قديمة الزمان اليمن هذا عبارة عن شعب متخلف أنتو إذا رجعنا للتاريخ تاريخكم ماحق تاريخكم شير الشعب اليمني هو عبارة عن مجموعات قبلية وعصابات عايشة على النهب والتخلف أهل فتنة ومشاكل بلد متخلف الشعب قدار وخائني حتى اسم اليمن مسمى حبشي والعرب موجودين في اليمن قل له العرب قرح الينبوع جو طلعنا قال مش عرب وأقل لي هالعرب في اليمن وطلع حبشي اليمن هذا الله الله أنا كنت شاكك فيك شاكك هذا الشنب مش شنب 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 براء هذا الله كيف قلته مش نحنا عرب موسيقى 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 اشتركوا في القناة